شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالوماداتي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين ثلاث كلمات الكلمة الأولى العلم العلم له دور كبير في الحياة وهناك كلمتان تعرفان جوانب من قيمة العلم ودوره في الحياة الكلمة الأولى تجدونها في نهج البلاغة عن مولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه الإمام يقول في هذه الكلمة العلم حاكم والمال محكوم عليه من الذي يسير الآخر؟ العلم يسير المال أو المال يسير العلم الموجود في الأذهان أن المال هو الذي يسير العلم ولكن علي صلوات الله عليه يقول العلم حاكم والمال محكوم عليه الكلمة الثانية رواية مروية على ما ببالي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه الإمام يقول في هذه الكلمة الملوك حكام على الناس والناس حكام والعلماء حكام على الملوك الملك هو الذي يحكم أو العالم هو الذي يحكم العلماء حكام على الملوك هذا واضح إذا نريد أن نقرب هذا الحديث الشريف بكلمة مختصرة الملك كيف يتحرك في أي بلد من البلاد الملك إنما يتحرك وفق رؤية معينة من الذي يعطي هذه الرؤية العالم؟ الآن في الغرب لابد قارين أكو هناك مراكز للدراسات الاستراتيجية ومع الأسف ومع الأسف أن كثير من هذه المراكز يوجهها اليهود المعتدون هؤلاء يقدمون دراسات جاهزة للحكام الغربي والحكام الغربيين في كثير من الأحيان يعتمدون على هذه الرؤى وهذه الدراسات فالملك يحتاج إلى الرؤية وهذه الرؤية هي التي يعطيها العالم هاتان كلمتان تبينان قيمة العلم ودور العلم في الحياة هناك علمان يجب أن نهتم بهما أكثر العلم الأول علم الفقه الملفق بمعناه الواسع لا بمعناه الضيق المتداول ما هو علم الفقه؟ الشاعر يقول موضوعه فعله مكلفين غايته الفوز بعليين في المنظوم المعروف فعل المكلف هذا موضوع علم الفقه وفعل المكلف عنوان يستوعب الحياة طولا وعرضا فعل المكلف يبدأ مما قبل الولاده ويمتد إلى ما بعد الموت هذا طولا وعرضا يستوعب الحياة كلها كل فعل يصدر من المكلف علم الفقه يوجه هذا الفعل هذا هو المعنى الحقيقي لعلم الفقه والمعنى الواسع لعلم الفقه يجب أن نهتم بعلم الفقه بهذا المعنى الوسيع هذا المعنى الوسيع يشمل الفاد يشمل المجتمع يشمل السياسة يشمل الاقتصاد يشمل الاجتماع يشمل علم النفس أي ظاهرة في الحياة لها تعلق بفعل المكلف علم الفقه يرتبط بها علم الفقه يحتاج إلى عناية صاحب الجواهر رحمه الله أربعين عام من عمره أو أكثر أو أقل صرفها لكتابة الجواهر يعني الفقه بحر الوالد رحمه الله كان يقول الجواهر يحتوي على حوالي ربع مليون فرع فقه هذا البحر الذي له بداية ولا توجد له نهاية أحد العلماء كان يقول أحد العلماء الكبار كان يقول إحنا ركضنا طول عمرنا ركض ولم نصل إلى شيء الذين لا يركضون إلى أين يصلون علم الفقه مو علم هي العلم يقول أعطني كلك أعطك بعضي هذا هو العلم الأول الذي يحتاج إلى عنايتنا واهتمامنا وأن نصرف أوقاتنا فيه علم الفقه يحتاج إليه الطالب المبتدي ويحتاج إليه مرجع التقليد السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه المرجع المعروف اللي كان في مدينة قوم في بعض الليالي كان يقف ويطالع حتى لا يأخذ النوم يقف ويطالع وفجأة يجد أن المؤذن أذن أذان الفجر الله علم الفقه يحتاج هالشكر رجال صاحب العبقات ولو هذا في مجال آخر كان يقف ويطالع إلى أن يتعب نحن هذه الآثار التي نراها وراها جهود عظيمة ضخمة معاناة لا تظن أنه هؤلاء ما كانت عندهم معاناة كان يقف يطالع إلى أن يتعب ثم يقعد يطالع إلى أن يتعب ثم ينام على أحد الجنبين ويطالع إلى أن يتعب ينقلب ينقلب إلى الجنب إلى الجنب الآخر ويطالع إلى أن يتعب ينام على ظهره ويطالع إلى أن يتعب ثم كان قد شد من السقف حبال خيوط بطريقة معينة كان يعلق الكتب فيها لأن إيده بعد ما كانت عده قدره تمسك بالكتاب ويطالع إلى أن يتعب هذه المعانات وراء العبقات تلك المعانات وراء الجواهر تلك المعانات وراء كتاب الغدير وراءها معانات أحد العلماء يقولون شاف ابنه يريد أن ينام قال له ما هكذا ينام العلماء قال وكيف ينام العالم قال هكذا وضع كتاب أو دفتر أو قلم ثم أغفى قليلا لحظات أو دقائق ثم استيقظ قال هكذا ينام العالم الجواهر الآن ليحكم الحوزات العلمية من 200 عام إلى هذا اليوم ما نشأ من فراغ وراءه مثل هذه الجهود إذن العلم العلم الأول الذي يجب أن نهتم به ونركض ونركض إلى 80 عام علم الفقه العلم الثاني علم العقائد الذي يقال له علم الكلام علم العقائد علم مهم جدا لأن العقيد تمثل البنية التحتية التي تبنى عليها جميع البنى الفوقية وبالذات في هذا العهد الآن في عهد العولمة الأديان والأفكار والمذاهب والنظريات كلها موجودة في غرفة ولدكم وصديقكم حدود بعد ما من الذي يتمكن أن يقف من الذي يتمكن أن يقاوم من الذي يتمكن أن يميز الصحيح من الباطل والحقيقة من الزيف العالم علم العقائد طبعا علم العقائد ليس على منهج اليونان وطريقة الحلول والاتحاد ووحدة الموجود وما أشبه ذلك لا علم العقائد على منهج أهل البيت صلوات الله عليه هذان العلمان علم الكلام القديم علم الكلام الجديد الآن علم الكلام الجديد موجود ويتموج إلى بلادنا من بلاد الغرب هذا يحتاج إلى ركض على قول ذلك العالم ويحتاج إلى جهد ويحتاج إلى عناية ويحتاج إلى بذل الوقت هذه الكلمة الأولى الكلمة الثانية الأخلاق الأخلاق اللي تطلب منا تختلف عن الأخلاق اللي تطلب من عامة الناس كل فرد يجب أن يكون متخلق ولكن المطلوب منا مستوى آخر من الأخلاق الناس ينظرون إلينا بعنوان أننا ممثلون للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله بعنوان أننا ممثلون للأئمة الطاهرين صلى الله عليه إحنا ما عدنا شخصية حقيقية فقط مثل بقية الأفراد إحنا عدنا شخصية حقيقية وشخصية حقوقية الشخصية الحقوقية مذكورة في القرآن الكريم الله تعالى يخاطب زواجات النبي صلى الله عليه وآله يقول لهن من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفا زوجة النبي ممثل أمرأ عادي عملها سلوكها له إشعاع اجتماعي إحنا كل خطوة من خطواتنا كل كلمة من كلماتنا كل عمل من أعمالنا إلى إشعاع فإحنا يجب أن نحاول أن نكون تجسيدا مصغرا لأخلاق النبي الأعمى والأعمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين مقدمة هذه أن نطالع حياة النبي والأعمة الطاهرين ويأكو فرق بين فرد يطالع تاريخ النبي والأعمة وواحد ما يطالع إحنا نحن الآن نعيش في مجتمع في كثير من جوانبه يغلب عليها الفساد لنتلقى الأخلاق من المجتمع المجتمع لا يكون ملاك إلنا ومقياس إلنا إحنا يجب مباشرة نتصل بالمنبع نشوف كيف كان يعيش إحنا أحيانا نكون لنفسنا إطار معين وأفكار معينة ومنهج معين في العمل والحركة يجب أن نطبق ذلك على حياة النبي الأعظم والأعمة الطاهرين هاي القضية قضية ترتبط نوع من الارتباط ببحثنا كان عالم من علماء مشهد أحد أحفاد نقل لهذه القضية قال هذا كل يوم قبل ما يطلع من البيت كان يفتح كتاب من كتب الأخبار كافي مثلا بحار ويطالع مقدار صفحة صفحتين أكثر ثم يطلع فكان يقال له لماذا تفعل هذا العمل كان يقال كان يقول هذا العالم وهذه التفات اللطيفة كان يقول أهل البيت موالينا ونحن عبيدهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالريق نقرأ العبد قديما كان أكو الموالي والعبيد العبد أو الخادم أو المستأجار أول الصبح يجعد مولاه يقول أيها المولى ماذا تريد مني في هذا اليوم الخدم ما يفعلون ذلك في البيوت المولى يقول لي يعمل كذا وكذا أنا أول الصبح وقبل ما أطلع من البيت أذهب إلى موالية الحقيقيين وأقول لهم ماذا تريدون مني أقرأ أحاديثهم أقرأ أخبارهم قراءة أحاديث أهل البيت قراءة تاريخ أهل البيت جدا مؤثر أكو فرق عظيم بين من يعيش تلك الأجواء ومن لا يعيش تلك الأجواء هذه الكلمة الثانية الأخلاق في مستواها الثاني مو في مستواها الأول المطلوب من كل أحد الكلمة الثالثة ترتبط بالمجتمع وهذه الكلمة إيجاد البديل الله تعالى يقول في القرآن الكريم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة شجرة واحد محظورة والبديل وكل منها رغدا حيث شئتما الحياة ما تمشي بمنطق لا وإنما تمشي بمنطق لا وبمنطق نعام هناك حديث لطيف يقول نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلار أكو منطق محظورة ولكن في قبالها أكو مناطق غير محظورة إحنا لن نكتفي أن نقول للمجتمع لا منطق لا لا ينفع أو قليل الجدوى ما هو البديل يجب أن نحاول أن نصنع البديل أحد العلماء كان ينقل هذه الرواية كان يقول النبي صلى الله عليه وآله دخل لاحظوا هذه العناية حتى بهذه الجزئيات النبي أي شاب كان يشوف كثير من الشباب كان يقول له هل أنت متزود نحن نقول للشباب لا تذهبوا وراء الانحراف ما هو البديل النبي صلى الله عليه وآله كان يساعد الشباب على زواجه وإذا ما كان عنده كان يواعدهم تعالوا في موسم جذاذ التمر ذاكي الوقت أساعدكم كان يساعدهم ينقل هذا العالم أنه دخل النبي صلى الله عليه وآله في بيت في دار فوجد فيها ديكا فقال لصاحب البيت هل لاتخذت له أهلا العناية إلى هذا الحال حتى بالحيوان فكيف بالإنسان أمير المؤمنين صلى الله عليه كما في كتب التاريخ بنى دكاكين للناس في الكوفة ووزعها عليهم مجانا هذا بديل نحن يجب علينا أن نحاول صنع البديل في جميع المجالات وإلا التيارات المنحرفة التيارات المرتبطة بالكفار تأخذ شبابنا بعيدا يأتون يملؤون هذه الحاجات يملؤون هذه الفراغات ويأخذونها الآن أكو عاطفة دينية ولكن العاطفة الدينية لا تبقى إلى النهاية الحالة العاطفية ما تبقى العلم أولا والأخلاق ثانيا وصنع البديل ثالثا اختموا هذا الحديث بكلمة وهذه الكلمة احنا يجب أن نعرف احنا طلاب العلوم الدينية أن الحياة لا تسيرها فقط المعادلات الطبيعية أكو وراء المعادلات الطبيعية معادلات غيبية الله تعالى تشغلونها وراء ومعادلات 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 المعادلات كان يحضر بحث الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ما كان يستوعب ما يقوله الشيخ فذهب والتجأ إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه هاي نعم عظمى انتوا الآن منعمين بها جوار سيد الشهداء جوار أمير المؤمنين جوار الأئمة الطاهرين هواي شغل يجي منهم يجب أن نلجأ إليهم أن نطلب منهم أن نلح عليهم فلجأ إلى الإمام وتوسل بالإمام وألح على الإمام في عالم الرؤية شاف الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقرأ في أذنه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم استيقظ من المنام يجي إلى بحث الشيخ الأنصاري شاف يستوعب كل ما يقوله الشيخ بعد يوم يومياً مثلاً بدأ يشكل على الشيخ إشكال يناقش الشيخ مناقشات قوية في يوم الأيام في يوم الأيام كأنه أكثر من المناقشة في الشيخ الأنصاري مر عليح وهمس في أذنه الذي قرأ في أذنك بسم الله الرحمن الرحيم قرأ في أذني إلى ولا الضالين الشيخ الأنصاري الشيخ الأنصاري من هو؟ رجل من قرية في إيران لعلها قرية ذاك الوقت الصغيرة طالب عادي لا يعرفه أحد وإذا به يأتي ويتحول إلى الشيخ الأعظم هذه لا يمكن أن تفسر بمعادلة طبيعية هذه تفسر بالعناية الإلهية وهناك قضية أخرى أيضا مذكورة في الكتب قضية صاحب الرياض معروف أنه عندما وصل إلى مباحث القبلة في رياضه الرياض من الكتب المتقنة وصاحب الجواهر كان يقول لو كنت أعلم أن جواهري يكون له هذا الانتشار لكتبته على منهج الرياض كتاب متقن قوي وصل إلى مباحث القبلة ما قاري في علم الفلك اللي ما قاري علم الفلك ويوصل إلى مباحث القبلة يتورط ما يفهم كان عنده تلميذ من تلاميذه يعرف علم الفلك قال له تعال وعلمني هذا العيل قال سيدنا سيد علي الطباطباي مثل ما إحنا نتأبط كتابنا ونأتي إلى بيتكم ونجلس بين أيديكم ونتعلم منكم علم الفيق أنت إذا تريد تتعلم علم الفلك تأبط الكتاب وتعال إلى بيتي واجلس بين يدي حتى أعلمك صاحب الرياض قال أنا ما عندي معنى من ذلك ولكن أنا رجل مشهور عندما أجي إلى بيته يوقفوني بالطريق واحد يجي يسألني مسألة كذا فيروح علي البحث ما أقدر المشهورين ما يتمكنون قال له تريد تعال إلى بيتي ما تريد ماكو علم الفلك صاحب الرياض التجأ إلى سيد الشهداء صلوات الله عليه وقال أريد منك هذا العلم وأفيض عليه علم الفلك الله عليه صلى الله عليه وآخر العلماء كان يقول من أتقن ما كتب في مباحث القبل كتاب الرياض مباحث القبل عطاء الإمام الحسين صلوات الله عليه علم الوهب عندنا علم الكسب وعلم الوهب شتان ما بينهم نحن يجب أن نفكر في هذه المعادلات الغيبية نطلب منهم التقوى جداً مؤثرة في التقدم العلمي والعملي والبركة شكوت إلى وكيع سوء حفظي أو حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وعلّله بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي صلاة الليل جداً مؤثرة نافلة الليل واحد واحد اللي يقوم في جوف الليل ويدعو الله ويتضرع إلى الله واحد من العلماء كان يقول حتى فرعون عندما التجأ إلى الله الله استجاب له موسى قال لله تعالى كيف جرى النيل قال هذا البارحة من الليل إلى الصباح وضع الأغلال في يديه وفي عنقه وبكى جاي إلى الله دايبشي مثل واحد يجيكم دايبشي كيف تردون إلهي قرعت باب رحمتك بيده رجائي وهربت إليك تلاجئاً من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أناملة ولا واحد اللي يقوم نصف الليل قريب الفجر خاضعاً خاشعاً باكياً وواحد ينام من أول الليل إلى عشر دقائق قبل طلوع الشمس هل هما سيان عند الله معقوق الله يطرح البركة في ذلك أكو بعض الأفراد حياتهم مباركة بركة أكو في حياتهم هذه ترتبط بعوامل غيبية بر الوالد واحد عند أم كبيرة طاعنة في العمور يقول أنا مجغول بطلب العيد مو كل الطلب البر بهذه الأم دعاء هذه الأم دعاء الآن عدكم عم طاعنة في العمور لا تنفعكم لا في دين ولا في دنيا واحد يروح عندها يشوف وقت دا يتلف البر بهذه العم البر بهذه الخال البر بالأقرباء صلات الأرحام الرحمة على عباد الله هذه كلها مؤثرة في وجود البركة في حياته طالب العيل إحنا يجب أن لا نبني الالتجاء إلى الإمام الحج عد جل الله تعالى فرج الطلب منه الإمام إمام زماننا الإمام الحي الحاضر الناظر الله تعالى يقول فاذكروني أذكركم إذا ذكرنا الإمام الحج صلوات الله عليه الإمام الحج أيضا يذكرنا كثير من العلماء أخذوا أشياء من المؤمنين أشياء كبيرة ببركة الالتجاء إلى الإمام الحج والتوسل بالإمام الحج وذكر الإمام الحج والدعاء للإمام الحج في كل قنوط ينبغي أن نذكر الإمام الحج العلام الحلي قضيته مع الإمام الحج معروف بحر العلوم قضاياه مع الإمام الحج معروف وغيرهم وغيرهم هذه القضايا الغيبية يجب أن تكون في أولوياتنا نحاول أن نمشي في طريق العلل والمعلولات والمقدمات والنتائج والأسباب الطبيعية ولكن يجب أن يكون في أول أولوياتنا المعادلات الغيبية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وأن يكشف هذه الغمة عن المؤمنين في العراق في لبنان في بقية البلاد إن شاء الله كما انتهت المحنة الأولى إن شاء الله بلطف الله بعناية أهل البيت هذه المحنة الثانية أيضا تنتهي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر